مرحبا بكم معنا في قناتنا ايوتيوب اش تي ندعوكم للاشتراك بالتغسي على الزر الاحمر وتفعيل الزرس ليصلك جديد القناة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناتنا ايوتيوب اش تي لقد سبق وان صرح كريسيان رونالدو انه يشعر وكأنه وسط عائلته مع فريق يوفينتوس الايطالي وهذا ما اطار غضب راموس ليفجرها في وجه رونالدو قائلا لا اعرف عن ماذا كان يتحدث مضيفا لقد شعرنا دائما وكأننا عائلة واحدة في سانتياغو برنابيو اي مع فريقه ريال مادريد واضاف في مؤتمر صحفي قبل مباراة السوبر الاوروبي جدا اتليتيكو مادريد يوم الاربعاء حققنا الكثير من النجاحات ورونالدو كان جزءا من عائلتنا ولا شك ان فقدان لاعب مثل الطون هو امر سلبي لكن باستطاعتنا مواصلة الانتصارات واكد اللاعب الاسباني ايضا ان طوال مسيرة ريال مادريد انضم لاعبون وغادر كثيرون لكن الفريق يواصل مشواره ويواصل كتابة التاريخ من دون رونالدو ومارونالدو الا جزءا من العائلة وليس العائلة باكملها في اخر الفيديو ندعوكم الى التشغيل الاشتراك في القناة ليصلك جديد القناة وشكرا اشتركوا في القناة